أرسلت مصر شحنة ثالثة من المساعدات الإغاثية إلى مطار بيروت اليوم وتضمنت 23 طن من المواد الغذائية والطبية والإغاثية ليصل الحجم الإجمالي للمساعدات المصرية إلى لبنان حتى اليوم 67 طن على صعيد آخر قامت السفارة المصرية في بيروت بعدة 293 من المواطنين المصريين ودويهم العالقين في لبنان إلى أرض الوطن ليصل الإجمالي من تم إعادتهم حتى الآن 883 مواطنا عبر رحلات استثنائية وتواصل السفارة تلقي طلبات المواطنين الراغمين في العودة إلى أرض الوطن تمهيدا لإدراكين على الرحلات التالية ترجمة نانسي قنقر